تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية هبوب رياح قوية مع تطير محلي للغبار يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة وأوضحت المديرية في نشرة انذارية من مستوى يقظى بورتقالية أنه يتوقع هبوب رياح قوية من 70 إلى 90 كم في الساعة مع تطير محلي للغبار من اليوم الجمعة الثالث والعشرين من فبراير على الساعة الرابعة صباحا إلى غاية يوم السبت الرابع والعشرين من فبراير على الساعة السادسة مساء بكل من فجيك وأجرادة والناظور والدريوش وقرسيف وتوريرت وتازة وبولمان وميدلت وقلميم وأضافت الظاهرة الجوية نفسها من 70 إلى 85 كم في الساعة مرتقب اليوم من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليلة بكل من أسزاق وسيدي إفني والسواحل التابعة للأقليم شتوكا أيتباها وأجادير دوتنانا وتزنيتا وإنزقان أيتملولا شكرا